بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنشرح من خلاله طريقة تفعيل حسابكم اوفيس 365 عبر موقع www.office.com واللي قد نفعكم اولا لاستفادة من تطبيقات Microsoft Teams Microsoft Word Excel PowerPoint مجانا على الهاتف او الحاسوب وتانيا للطلاع على نقاطكم في الامتحان الجهوي او الوطني وهذا الجزء هو اللي كي يهم اغلب التلاميذ اذا على بركة الله نفتح اي محرك بحث انترنت وهنا في هذا الخانة سنكتبه فقط Office 365 و سنعطينا رابط الموقع مباشرة في اول هذه الصفحة اذا سنضغطه هنا سنعطينا هذه الصفحة لك تشوفها امامكم يعني الصفحة رسمية للموقع هنا سنضغطه على Connection اذا لك ستبقى لكم في تحسين الحساب ديالك ستختار بين هذه الحسابات وهذه تدخل مباشرة ولا كانت اول مرة سنعطيك هذه الصفحة التي تشوفها امامكم هنا سنكتب رقم ما صارتك لك في البلدان دونوت ستبقى باروباز تعليم.ما ومن بعد سنضغطه على Suivant اذا هنا سنكتب كلمة مورو اللي اخذتها اول مرة من الادارة اللي في الاغالي ستكون الحرف الاول كبير ستبقى حروف صغيرة ومن بعد باربعات الارقام ومن بعد ستضغط على Suivant هنا في هذه الصفحة سننزل الى الاسفل بلما نقرأ هذه الشروط كاملة سننزل الاسفل مباشرة ونضغطه على Annually اذا هنا تفتح الحساب ديالك هنا فقط قاعدك عمتيازات على الموقع والحساب ديالك بإمكانك تضغط على هذا السهم هذا حتى الاخير او تضغط على اغلاق في اعلى الصفحة اذا هنا قاعدك مجموعة من التطبيقات كما تشوفوا امامكم ميكروسوفت تيمز ميكروسوفت باوربوات الورد مجانا وممكنك تستفيد منها ايضا من الحساب وهنا هذا هو الجزء اللي يهمنا هو تطبيق Outlook هي علبة الالكترونية خاصة بالرسائل واللي تصل فيها بالنتائج الخاصة اما بالجهوي او الوطني اذا سنضغط على Outlook هنا سنضغط على من بعد كالعادة وهنا كي يعطيك جميع الرسائل اللي ستوصل بها ومنها النتائج ديالك من موقع الوزارة اذا الى هنا انتهينا متفعيل الحساب ديالك اذا في مرة اخرى بإمكان مباشرة تكتف اوفيس 365 اضغط على اوك يدخلك مباشرة الى الحساب ديالك او بإمكانك تعرف عن النتائج ديالك عبر موقع www.bac.main.gov.ma وانت تحصلوا على هذه الصفحة لك تشوفها امامكم هنا قد تدخل رمز ما صارو في الاغرها تكون على هذه الصفحة ضغط كبير يعني في الايام بك تظهر فيها النتائج اذا ما الافضل اننا نستعملوا الحساب ديالك اوفيس 365 اللي سبق عليه واشترحت لكم اذا الى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله